معركة التيار الصدري والفصائل الولائية باتت قريبة سيما في ظل التنافس الانتخابي الحامي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استشعر خطورة تمدد تلك الفصائل ولعل أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله داخل مدينة الصدر معقل الصدريين وقوة مكسبهم الانتخابي تصريح القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي الذي جاء كرد فعل على انفجار سوق الوحيلات في مدينة الصدر والذي تحدث فيه عن دوافع سياسية ورأى التفجير الذي نفد بحزام الناسف ربط على خصر انتحاري ينتمي لتنظيم داعش الزاملي بكل تأكيد أراد من خلال تصريحه بعث رسائل تحذيرية لأتباع الصدر بأن العصائب قادرة على الوصول إلى معاقلهم وإن بإمكانهم بسط النفوذ على مدينة الصدر سواء بالسياسة أو بالقوة أو حتى بالأحزم الناسفة أصابع الاتهام هذه تؤكدها عملية اغتيال هشام الهاشمي الذي اتهمته الكتائب بالعمالة إلى السعودية وهي التهمة التي سواقتها وسائل إعلام الفصائل التي تظهر دائما مقتدى الصدر وهو جالس جنبا إلى جنب مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وبحسب مراقبين فإن هذه المناكفات السياسية تهدف إلى غاية واحدة وهي تأجيل الانتخابات أو إلغائها أو الإبقاء على الكاظمي وإلا سوف تزداد التفجيرات والتخريب والاغتيالات لزج العراق في دائرة تناقض المصالح والإرادات